اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة البلدة وهي الاتثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة الرابعة و34 دقيقة صباحا لينتقل بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية طبعا بالنسبة للقمر بما انه رح يستمر لساعات الصباح في برج القوس فابنشعر بابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ماء وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ماء او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا احنا الان في فترة خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة تقريبا ثلاثة واربع وثلاثين دقيقة صباحا هي فجرا ولكن صباحا طبعا زي ما هو معروف دائما انه فترة خلو المسار هي فترة سلبية وهي اللي تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع موليد الابراج دون استثناء طبعا من الساعة ثلاثة واربع وثلاثين دقيقة صباحا القمر بنتقل لبرج الجدي وفي هاي اللحظة بصير التأثير العام على جميع الابراج من نعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على بعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفيه ثرية والبدء بحميه او شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا اول زاويتين راح تكون من الزوايا البطيئة وعنا زاوية مع القمر وعنا انتقال الزهرة اول زاوية راح تكون من الزوايا البطيئة هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين عطارد والمريخ وهي راح تكون في تمام الساعة الرابعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا عند حدوث هذا الاتصال عادة بسود شعور عام من الوئام فبيسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبيعزز العلاقة مع الاحبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين الزهرة وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و59 دقيقة بعد الظهر مناسبة للاستقرار او لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك يعني نوع من انواع اخلاص محبوبك لا اليك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وارانوس وهي راح تكون في تمام الساعة 23 و22 دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا الحدث الاهم اللي راح يكون خلال هذا اليوم هو انتقال كوكب الزهرة لبرج القوس وهذا الامر يعني من الاشياء اللي راح يعطي ايجابية كبير الابراج النارية والابراج الهوائية بشكل واضح طبعا الانتقال هذا راح يكون من العقرب للقوس ساعة 24 دقيقة مساء ورح يمكث الزهرة في برج القوس حتى مساء يوم ثمانية واحد خلال الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد برج القوس وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب افراد الجنس الاخر لهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج النارية الاخرى اي الحمل الاسد والهوائية الجوزاء والميزان والدلو كذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج القوس الاشي العام لما بنولد الزهرة بالقوس المواليد يعني اللي بكون عندهم الزهرة في القوس ما بتبرز عندهم قوة رومانسية في صفاتهم بل بتيجي الامور العاطفية عندهم بشكل عفوي طبعا بالنسبة لتأثير انتقال الزهرة زي ما حكينا على القوس على جميع الابراج الحمل بيستفيدوا في مجال الدراسة الاكاديمية والموضوع والمواضيع القضائية والسفر اللي بعيد والهجرة وعمليات الاستراد والتصدير اما بالنسبة لموليد برج الثور بتصير عندهم فرصة لمكسب مالي من تركة او ميراث او تعويض او شراكة معينة وفي منهم ممكن يحصل على قرض اما بالنسبة للجوزة بيعززوا شراكاتهم في امور العاطفة باتمام خطبة او زفاف وكذلك في مجال العمل اما بالنسبة للسرطان بيعززوا العلاقة مع زملاء بالعمل وتتاح الفرصة لللي بيبحث عن عمل ولكن يجب الحذر من البدانة ايه زيادة الوزن اما بالنسبة للأسد بيجتازوا فترة حظ عاطفية ومالية وبتستفيد النسوة للدخول في الحمل وخصوصا لعندهم مشاكل في الحمل بيقدروا بالفترة هاي انهم اما انهم يباشروا بعملية العلاج او انه يصير عندهم حمل اما بالنسبة للعذراء بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن وبيعززوا الروابط العائلية وفي فرحة بيتية او عائلية بتصير في هاي الفترة او مناسبات اما بالنسبة للميزان بيستفيد الطلاب الابتدائي والثنوي في الدراسة والامتحانات والفرصة بتكون متاحة لللي بيرغب في شراء سيارة وبيعززوا العلاقة مع الاخوة والجيران اما بالنسبة للعقرب تتاح الفرصة لمكسب مالي اغلبه بيجي من عمل اضافي اما بالنسبة للقوس طبعا هم اكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وثنيا الجدي تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسس كبيره وثم منهم من يبدأ علاقة غرامية بشكل خفي او من وراء الكواليس بالنسبة لبرج الدلو بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على اصدقاء جدد ومنهم ممكن ينضم لعضوية نادي او جمعية برج الحوت تتركز استفاداتهم في تدعيم مراكزهم الاجتماعية والدفع بمصالحهم في مجال العمل او عمل جديد بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في الجدي فخلوه المسار القادم رح يكون يوم 17-12 رح يبدأ في تمام الساعة 5 و34 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و27 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر هو قمر هلالي جديد عمره يوم في تمام الساعة 5 و11 دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الاضاءة بتكون 3% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 60% القمر في القوس وبدو ينتقل الى الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 45% عطارد في القوس حتى يوم 20-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب بده تنتقل للقوس حتى يوم 8-1 مزاجها سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثورب يتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت مزاجه سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي سعيد برضو بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات أو بتواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات يعني الفترة هاي بنقدر نحينها فترة واعدة بخبر أو بحدث معين برج الثور تنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالي المشتركة خففوا من النفقات لغاية ساعات الصباح أما في ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ثم لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسة العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة بنجاح بتتحرك على مختلف الأصعد برج الجوزاء بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء رومانسية مشجعة أما في ساعة الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظة فخصمك في الفترة هاي بكون قوي وما بيرحم تحمل لك هاي الأيام نوع من أنواع الإرتباط بيكون مهم أهم مش أنك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد ابترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم أهمشنكم ما تهملوا صحتكم حاذر من تعب صحي أو جسدي بمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ابتظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما في ساعة الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن أنها تثير اضطرابك وامتعاضك أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب اليوم يعني بحمل شوية تقلبات من جهة في فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثم في نفقات أما في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس أنتم ممتلئون نشاطا وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أما في ساعات الصباح بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمش أنك ما تغامر بأموالك أي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة إلى كل التعاطف والتضامن برج الجدي طبعا التعب رح يظلم سيطر عليكم وبتفقد رغبتكم في مواجهة مشاغلكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحملك خبر سار برج الدلو بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح القمر بصير موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حاذر لأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل أما في ساعات الصباح ابتلتقوا الأصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا تكثر عندك الاتصالات والموعيد هذا النهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء